قال ايه فيه ناس يدرسون الساعة في عشر الليل إلا خالد يناظر في يد أحمد قال وش الكدمات ذيلي في يدك قال فيه طالب والطالب هذا اسمه مهند قد صارت له نفس السالفة بض ضب نفس السالفة اللي قاعد تقولها لي وراح وقال للمدرس والطلاب والكل كان يستخفيه وما حد صدقه نهائيا قال طيب هذا مهند وين فيه تبغى قابله في أسرع وقت قال والله شف أنا ما أدري وين ما كان بيته بس الأفضل أنك تروح للمدير وتسأله ممكن عند المدير علم ويعلم كوينا فيه قال ولكن أخاف أسأل المدير المدير يقول لي اشتبي فيه هذا الطالب كان عندنا ونقل انتو اشتبي فيه واتفقوا أخويا صدق أن كلام أحمد صحيح مدير بيقول له اشتبغى ببيت مهند اشتبي فيه انت قالوا لازم نسوي بحث داخل المدرسة ونسأل الناس عن بيت مهند هذا لأني أبغى تأكد اللي صار اللي حقيقي أو لا وصاروا يا جماعة الخير ينتشرون في المدرسة ويسألون ها تعرفون مهند تعرفون مهند تعرفون مهند تعرفون مهند والكل كان يقول ما نعرفه ما ندري عن بيته ومهند نقل مع مجموعة طلاب حطوا الطلاب اللي نقل وذولي ما ندري عنهم واتفقوا يا جماعة الخير اتفاق قالوا فيه خطة راح نسويها نروح نكلم مدير المدرسة ولكن من راح يكلمه راح يكلمه سعد لأن سعد يا جماعة الخير من الحي القديم هذا ويقول له إن أنا أبغى بيت مهند لأنه ممكن نسوي حفل تخرج للطلاب الثانوي اللي كانوا موجودين معنا ونبغى نعز معاش عليه حق التخرج هذا استانس المدير قال خلاص راح أعطيك رقم ولي أمره وكلمه وبإذن الله تنسقوم معه وفالكم التوفيق خذ الرقم سعد وعلى طول عطاء أحمد قالوا اتصل عليه وتقابل انتياه وخليه يعلم كيف يلي صار خذ الرقم واتصل ورد عليه ولي أمر مهند سلام عليكم وعليكم السلام أنا طالب كنت أدلس مع ولدك مهند نبغى نسوي حفل تخرج نبغى نقابل مهند عشان ننسق حفل التخرج هذا ونبغى ناخذ لنا استراحة ولي الأمر وافق يا جماعة الخير وين بيتكم وين مكانكم حدد للمكان وقرروا أنهم يروحوا لك كل الأربع طلاب أحمد وخالد وفهد وسعد زيادة بعد عشان سعد هو اللي راح يشرح المهند السالفة اللي صارت لأحمد تقابله يا جماعة الخير عند باب البيت وقاله مايد مهند تعال نبغى نسولف معاك بنقول لك موضوع وقعده كذا سووا دائرة وقعدوا يسولفون قال سعد المهند شفت أحمد هذا صارت لأ نفس السالفة اللي صارت لك في المدرسة القديمة أول ما قال له نفس السالفة للمدرسة القديمة إلا مهند يا جماعة الخير يخاف مرة لسكتوا لا تتكلمون على الموضوع نهائيا ويقوم مهند زعلان ويدخل بيتهم ويقفل الباب الشوي اللي يسمعون صياحة برة فيه شخص جوه قاعد يصايح طبيعي إذا سمعت شخص قاعد يصيح جوه البيت والسبب هو أنت فأكيد أنك راح تنحاش شالوا نفسهم وارجعوا لبيوتهم كانوا مستغربين من سالفة مهند يبغون يعرفون ليه سكت وزعل وما رضي يقولهم نهائيا أحمد تعلق في الموضوع اللي يعرف يبغى يعرف الموضوع اللي صار المهند بسبب لأن الموضوعين يتشابهون يعني اللي صار المهند نفسه اللي صار الأحمد نام ويجمعات الخير وصحوا في اليوم الثاني وراحوا للمدرسة وقعدوا يتشاورون ويتناوشون كان له محمد موضوع قال يا جمعات الخير أنا ماني مرتاح والله ماني مرتاح واللي صار لي مطبيعي تبغون تصدقون صدقوا وإذا تبغون تكذبوني كذبوني طبعا ليصدق أحمد ليهو سعد سعد اقترح اقتراء على العيال اللي معاه قال له مش رايكم نروح للحارس حق المدرسة ونسأله عن الأنوار اللي كانت شغالة داخل المدرسة هل أهو تاركها ولا هو يقفل الأنوار قبل ما يمشي؟ قالوا صدقون فكرة وراح نروح له في نهاية الدوام بإذن الله ونمر ونخليه علمنا بكل شيء طبعا جبعات الخير انتظروا لين خلصوا الدوام وشالوا نفسهم وراحوا للحارس حق المدرسة سلام عليكم عليكم السلام حياكم والله أها وش فيكم قلولي أحمد قال للحارس حق المدرسة ياخي لو سمحت عندي سؤال بسيط هل أنتم إذا طلعتوا من المدرسة تقفلون اللمبات؟ قال لحارس المدرسة أكيد أنطفي اللمبات قال له ما تبقى ولا لمبة شغالة قال له ما تبقى ولا لمبة شغالة قال أنا أصلا إذا أنتم طلعتوا من المدرسة أرقى على كل فصل وشيك عليه وأشوف هل في طلاب جوا الفصول ما طلعوا أو لا وشيك على اللمبات حق المدرسة والكهرب وشيك على المياه حتى المياه يشيك عليها يعني ما أبقي أي شيء داخل المدرسة اللي أنا أشيك عليه وبعد ما أشيك على كل شيء أفتح ببال مدرسة عشان المدرسة تتهوى وأفتح بعض الشبابيك في المدرسة وإذا كان الجو في غبار أقفل الشبابيك وأقفل البيبار قالوا لخلاص الله يعطيك ألف عافية قال لهم ليه وش فيكم تسألون وش صاير سكتوا وما أرضوا يقولوا لا أي شيء وطلعوا من عنده قول ما طلعوا أحمد قاعد يتسأل يقول يا أخي هل مستحيل اللي صار لي هذا شيء عائدي وليه اللي صار لي نفس اللي صار لمهند وليه يوم جيت أنا أكلم مهند مهند مو راضي يرد عليه ويدخل وخايف وقعد يصايح أحمد في حيرة من أمره ما يدري شيء يسوي ولا يدري وش الشيء اللي صار له اليوم الثاني أجماعة الخير في المدرسة اللي يطق الباب في الحصة الثالثة طاق 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 ويدف الباب مدير المدرسة سلام عليكم وعليكم السلام أحمد موجود؟ ايه أحمد موجود؟ تعال أحمد نبغاك قال أحمد عسى خير يعني أكيد فيه نشاط وفيه شيء بغني يسوي معهم أحمد غرفة المدير وتعرف كل شيء أول ما دخل غرفة المدير ومفتح الباب يحصل شخص كبير في العمر وشخص كذا عنده لحية وكبير وقاعد شو السالفة وش صاير قال لهم المدير يقعدوا قد يديعيال وقاعدهم وقاعد يسألهم قال أنتم قبل فترة طلبتوا مني رقم مهند وش كنتوا تبغام منه؟ وهذا أبو مهند جاي يبغي يعرف وش قلته لمهند ولده وتراه يبغي يشكيكم علموني وش قلته لمهند طبعا مستحيل يقولون ميد مدير المدرسة اللي صار قال إحنا ما قلنا ميد مهند شيء ولكن ذكرنا في موقف قديم ودخل للبيت ويزاعق وما ندري شو صار له قال لم أبو مهند بس ألكم سؤال واحد بس جاوبوني قال لهم هل الموقف اللي ذكرته فيه ولدي مهند وهو موقف المدرسة وكل واحد قاعد يناظر في الثاني اشتراه شكل مهند قال له قال علموني أنتوا ذكرتوا بموقف المدرسة إي أو لا أحمد قال والله شف احنا ذكرناه بموقف المدرسة وكنا نتساءل وش السبب اللي خلاه ينقل من المدرسة فدخل ولدك وقعد يصايح قال للأبو بانت عليها الضيقة قال يا الله الله يعيدنا الحين كلمت أنت تدرون مهند له سنة ونص ما يدرس والسبب هذا الموقف وما صدقت إنه يطيب ما تشوفون كيف جسمه تغير وكيف نحف وكيف تغيرت عيونه وصار متهالك يا خياليتكم ما جيتوا رحين علموني أنا وش أسوي قلولي يلا قلولي وش أسوي والأبو ضاق مرة والمدير يحاول يهديه هدي أفلان وش صاير وش حاصل قرر أبو مهند يقول ما يدي المدير قال له أنا فيهم من الأيام والذي كان يدرس عندكم كاني للبيت وشكله متغير ومحيوس وخايف أسأله وش فيك المدة شهرين لين قال لي في النهاية وقال لي وهو خايف قال المدير طيب وش صار له قال وش اللي ما صار له وقاح في المدرسة عندكم ولا حد انتبه له وصقع راسه في الجدار ويقول انه انغم عليه وما تحرك المدة يمكن ربع ساعة هو على الأرض إلى المدير يقول متى الموقف هذا صار ما تذكر ان الموقف هذا صار نهائيا عندي قال له إلا صار وما كان فيه وقت رسمي للدراسة كان فيه وقت طلبته منهم يجون العصر عشان فيه فقرة نشاط وطاح فقرة النشاط هذي وتعب ولكن خلاص لا تشلوا نهم والله ايش في ولدي يدعو له صالع الأب وهو ضايق مرة واحمد الحين في راسه يبغى يعرف هل الشي اللي صار له حقيقي والشي اللي صار له نفس اللي صار المهند ويقول لو اللي صار لي نفس اللي صار المهند ليه الحد الآن ما صار لي نفسه ما تعبت ما ضعفت ما تغيرت نفسيتي الحمد لله أنا بخير باعوا كذا من غرفة المديرة على طول أحمد قال ما دخوا إياه قال يا ولد أنا ما صار لي نفس مهند أنا شكل اللي صار لي شي مختلف مستحيل مو نفس اللي صار المهند المهم وافقوه الرأي كلهم قال ايه اتوقع مو نفس اللي صار لكن شي عادي المهم يجمعت الخير تمر الأيام وتمر الأسابيع غريم شوي يوم الأيام مدرسة قرر تسوي تدريبات لطلاب الكشافة ولكن تدريبات ما تكون الصبح تكون المساء وتبدأ التدريبات هذي من بعد صلاة العشاء الممر سأله الأوراق لكل المدرسة وكل واحد قاعد يسجل اسمه ولكن هذه المرة جمعة الخير كل الأربع طلاب سجلوا أسمائهم أحمد وخالد وفهد وسعد خوي فهد أربع طلاب سجلوا اسمائهم في الكشافة ونسقوا مع بعض انهم يجون بعد صلاة العشاء ويجون في سيارة وحدة طبعا سعد بيته قريب لما المدرسة ما يحتاج انهم يمرونه على طول راح يجب مدرسة ويتوعدون في المدرسة مروا أحمد ذاك اليوم وقرروا ينزلون عن ذاك المكان اللي يوقفون فيه بعدا يطلعون مشي لين يصلون للمدرسة وهم قاعدين يمشون بعد صلاة العشاء أحمد قاعد يسمع صوتنات سلفون كذا كذا في زاوية قاعدين سلفون عرفته الصوت هذا اللي اي والله اي والله الفصحة اي والله كذا الصوت هذا كان يسمعه في المناطق هذه الفاضية اللي حوله وأول ما سمع هذا الصوت خاف وقال مدخويات تسمعون الصوت هذا ولا ما تسمعونه قاله اي صوت قال في صوت هنا ما تسمعونه ناس تكلمون قال لا ما نسمعه لحد أحمد هنا ايقا ان في شي غريب هو يسمع واخوياه ما يسمعون وضايع بين الشك واليقين انه بسم الله الرحمن الرحيم صار لا شي في ذاك اليوم سكت أحمد ومشى وهو قاعد يمشي كذا خلاص وصله عند لفة المدرسة اللي فون يمين تجي المدرسة وجيهم إلا سعد يقول له يو شوف الفصل هذاك منور هذا الفصل اللي كنت تقولونه قال لا احمدي هذا هو نفس الفصل قال له سعد احمد ابغاك ياخي توريني دورة المياه اللي طحت عندها ابغا تأكد من شغله هو نفس المكان اللي مهند كان موجود فيه او لا قال له خلاص اول ما نخلص تدريبات الكشافة باذن الله رح نرقا ووريك ياكلها ووريك المكان اللي طحت فيه بالضبط برضو زيني جيت ابغا شوف يدي وانطقت ذاك اليوم وليجتني كدبة خلوا على المدرس النشاط وخلصوا تمارين الكشافة حقتهم والاستعدادات قالوا يلا الروح يلا الروح خذوا نفسهم كلهم فهد كان متخوف شوي وجروا بالغصب تيجي يعني تيجي نجاي معنا لازم تروح معنا ورقوا يا جماعة الخير مع الدرج الدور الأول دور الثاني الدور الثالث ويرقون الفصل اللي كان شغال في البداية طافية لم باتها مشوا شوي شوي يا جماعة الخير اللي ينقربوا من دورة المياه يوم قربوا عن دورة المياه يا جماعة الخير اللي يسمعون ذاك الصوت صوت الناس اللي قاعد تتكلم صوت الفسحة عرفتوا صوت الفسحة نفس صوت الفسحة باسم الله الرحمن الرحيم ناس قاعد تتكلم ناس قاعد تتكلم بأسلوب يعني كأنه صدق سبع أشخاص قاعدين يتكلمون ويعاكسون كلام بعض قربوا شوي شوي ويختفي الصوت نهائيا أول ما اختفى الصوت وكلهم يلفون وينحاشون وينزلون مع الدرجة بسرعة وينزلون مع الدرجة تاك 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 لينوا نصلوا عند الباب الأول خافوا كلهم من الطبيعي انهم يخافون رقين أربعة رجعوا ثلاثة والشخص اللي فوق وهو الشخص صاحب السيارة اللي وديهم ويجيبهم خافوا خوف غير طبيعي قالوا هيا لازم نرقى نشوف أحمد وينها ويتشاورون بينهم خالد وفهد وسعد لازم نرقى سعد قال لهم ايه ما نترك أحمد نهائيا لازم نرقى نشوفه كلنا لو يصير ليصير ولو في بسم الله الرحمن الرحيم والله ما خاف نمشين نرقى كلنا وسموا بسم الله وارقوا والله يسمون بسم الله ويرقون اللي يحصلون خويهم أحمد طائح على الأرض الدور الثالث من دورة المياه نفس المكان الذي طاح فيه قبر وعلى طول يطلعون الجوال ويدقون على الإسعاف ويجي الإسعاف ويرقى ويشيل أحمد ويأخذه طبعا الإسعاف قاعد يحقق معهم ويقولهم يقول كيف رقيتوا هنا وليه رقين هنا ويش السالف علموني؟ قال لهم سعد ان كنا نتسابق وطاح أحمد وما ندري والله وش فيه بس هذا اللي صار ايه هذا اللي صار وشالوه يا جمعات الخير ودوا المستشفى شوي الأحمد يفتعينه بناظر أخويا جنبه أنا ويني فيه قالوا لن في المستشفى وطحت والحمد لله على السلامة إن شاء الله كل شي يزين فهد قاعد يناظر في أحمد ويلاحظ أن الكدمات زادت عليه ضربات لي على يده وبرضو في ظهره فيه ضربة وشاف كدمات غريبة عليه سكت ولا قال شي نهائيا قالوا توبة الروح للمدرسة ولا راح انطبها نهائيا بعد اللي صار لأحمد مستحيلة طب المدرسة مرة ثانية كل مهم انتظروا أحمد لين طلع من المستشفى وخلصت أموره وركبوا السيارة بعد ما لفثوا على راسه وهم في السيارة قاعدين يسلفون مع أحمد أحمد اش فيك كيف طحت وقال له مسال فقال أنا والله سمعت الصوات وبعد ما سمعت الأصوات هذه أحس في أحد مسكني من ورا وخنقني وطحت وكنت أحسبا واحد منكم ولكن أي قينة يا عيال أن اللي صار لي هو نفسه اللي صار لمهند واتوقع المدرسة هذه مدرسة مسكونة ورجعوا يجمعت الخير على الطريق ونزلوا كل واحد بيته وفي البيت اللي أحمد يجي اتصال من رقم غريب قالوه السلام عليكم عليكم السلام من معي أنا مهند أحمد أبغى أقابلك شا السالفة وش صاير أبغى أقابلكه بس قال يلا جايك صحة أحمد كان قاعد على السرير صحة أول ما صحة يجمعت الخير اللي يحس بدوخة يحس بشي غير طبيعي يحس بخمول ودوخة طالع من بيتهم شغل السيارة وما قال ميد أحد نهائيا ورأى عند مهند وقابل مهند قال لمهند أحمد أنا بقولك شي انتبه تروح للمدرسة مرة ثانية قال والله العظيم لو رحت لها ما يصير خاطرك طيب ليه وش سالفة أنا حذرتك يا أحمد الآن مهند قاعد يكلم أحمد بلغة تهديد أنا حذرتك الآن لا تروح للمدرسة نهائيا تسمعني ولا ما تسمعني قال لأحمد خلاصه وكي يبشر نزل وصكر الباب بقوة ومشى أحمد شغل السيارة ومشى وخله كده هو يمشي كده يناظر في مراية إلا مهند يناظر فيه ويناظر كأنه نظرة واحد ضايق عليه مشى وكمل طريقة ورجع لبيتهم وينتظر اليوم الثاني للمدرسة وبعد اليوم الثاني برضه فيه تدريبات كشافة يعني يخلص مدرسة الصبح يرجع يا جماعة الخير بعد العشة يروح للكشافة قلموا يا جماعة الخير خلص دراسته وانتظر الوقت ليروح فيه الكشافة واللي متفقين عليه لهو بعد صلاة العشة أحمد كلم أخويا قبل صلاة العشة واتصل عليهم خالد وفهد وسعد طبعا لا أخفيكم نزل أحمد من بيتهم وشغل سيارته شغل السيارة اشتغلت السيارة طلع جماعة الخير يمرهم أحمد وهو يسوق في الطريق رايح لأخويا بدأ يجيه الخوف وصار يجيه التوتر إنه يكون الحالة وإذا كان ما معه أحد يتوتر بشكل كبير صار يسرع أحمد عشان يمر خالد وفهد وسعد مر خالد بدأ يخف التوتر عنده ومر فهد بدأ يخف التوتر وخاذ سعد وبرضو بدأ يخف التوتر كل مكان حوله ناس يصير التوتر أقل المهم جمعة الخير وهم في الطريق تحتين يمشون بالسيارة ووقفوا في ذاك المكان لأنهم راح يرقون الرقية الرقية هذه في الجبل اللي قلت لكم الشخص باليالله يقدر يمشي في هذا الجبل عشان يروحون لمدرساتهم ووقف أحمد سيارتا كده على جنب ويلا يعيال ننزل ونزل خالد وفهد وسعد ونزل أحمد بعدهم وقفلوا السيارة ورقوا مع هذا الجبل أخويا أحمد خالد وفهد وسعد قاعدين يلاحظون أن أحمد ساكت وكلامه ما هو بالكلام الكثير وصير ما يتكلم واجد ويتغير نوعا ما ولم يكملوا طريقهم مع هذا الجبل ومشوا وحبة حبة لأنه وصلوا لللفة هذي اللي يلفون يمين بعد المدرسة تكون على طول أمامهم وهو قاعد يمشي يا جماعة الخير وراح المدرسة يقول له سعد يقول يا عيال شوفوا شوفوا وش السالفة شوفوا شوفوا في ناس عند زاوية المدرسة على اليسار لا يكون في شي إلا والله يناظرون إلا صدق في ناس واقفين على اليسار ومتجمعين وفي شخص طايع على الأرض ولكن هذا الكلام كله مو جو المدرسة لا عند سور المدرسة خلني أوصف لكم المدرسة كيف شكلها بالضبط من بره طريق طويل بعد ما تلف في مين اجيك المدرسة في وجهك على اليمين أرض فاضية وعلى اليسار أرض فاضية وورا المدرسة مباشرة مجرى حق سيل كذا نفس المجرى كذا اللي يجي حافر الأرض شوي يعني قريب لما الوادي مو وادي كبير لا قريب لما الوادي يعني وادي صغير في تمر من وراها المياه كذا الآن تخيلتوا معي المدرسة قلمهم أول ما شافوا الشخص هذا اللي طايع على اليسار ومتجمعين عليها الطلاب قرروا يركضون يشوفون وش فيه يومه وصلوا عنده قعدوا يركضون يجمعات خير يركضون يركضون وصلوا عند هذا الطالب كذا طايع على الأرض وعليه حوالي خمس طلاب قل له خالد يناظر أحمد يناظر طالب ذا منه هذا مو معنى في المدرسة ولكن من شكله حسنه في نفس عمرهم بالضبط سألوا الطلاب اللي حولهم تعرفون الشخص ذا قال لا والله أول مرة نشوفه كيف أول مرة تشوفونه يعني الطالب هذا الجديد اللي ساعد يقول لهم أصلا كيف انتبهتوا ان هذا الطالب موجود هنا وكيف عرفتوا ومفيه شخص طايح هنا ووش سبب طيحته دمكم ما تعرفونه اللي يتكلم واحد منهم قال ان هذا الشخص وإحنا داخلي للمدرسة مر قدامنا قاعد يركض وهو قاعد يركض قاعد يصارخ ما ندريوش فيه ولكن فجأة يطيح يوم شفناه طاح قررنا نركض ونساعده ونشوفش فيه كان أحمد زين زين تعرفون اللي راح حل الموضوع قال لي يجي مدرس الكشافة ونشوفش موضوع هذا الطالب ومستحيل نخليه هنا قال لهم شيلو شيلو سموا بالله وشيلو شالوا يجمعت الخير وودوا عند باب المدرسة شوي اللي يجيهم مدرس الكشافة اللي يقولهم يلا يا طلاب ادخلوا خلن نبدأ التدريبات قالوا لا لا يا استاذ في طالب هنا طايح تعال شفه يا استاذ يمكن تعرفه والله حنا ما عرفناه قالوا يناظر فيه الاستاذ يميني سار يتمقل فيه ناظره زين الاستاذ ما عرفه نهائيا قالوا والله هذا الانسان اول مرة شوفه ولكن وين لقيتوه كان طايح حينه هو يعني قالوا الاستاذ في الطلاب هذا الولد يا استاذ كان يركض ويصارخ شوي في الزاوية الا طاح وما ندريش فيه عول ما سمع الموضوع ذا الاستاذ حرفيا تغيره شوي وبانت عليه ملامح الخوف قال كيف قاعد يصارخ قالوا استاذ مر من قدامنا قاعد يصارخ فجأة طاح قال ما اسمعتوا كلمات قالها وهو قاعد يصارخ قال لا والله ما اسمعنا ولا شي قالهم زين زين لا تشيلون هم قال للاستاذ قال خلاص جبولي مويا خلني مسح وجه الولد ممكننا تعبانه وطايح خذ المويا كذا الاستاذ يصب المويا لق 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 على يده فجأة كذا يغسس الوجه اللي يصحصح بسم الله بسم الله من انتم من انتم قال لي ابن الحلال هد هد ما في كل العافية ان شاء الله من انتم حوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يكفيني شركم هذا كلام الولد قاعد يقول للطلاب كان منغمي عليه ما يدروا يصاير قال لي ابن حلال هد وقل لا اله الا الله الموضوع ما فيه انت كنت تركض قدامنا شوي طحت قل للطالب صار يقول كلمات غريبة كلمات هذه اثرت في احمد والاستاذ بشكل كبير طالب قال انتم انس ولا جن اول ما قال الكلمة هذه حرفيا كأنه كهرب على احمد والاستاذ ولكن وش الرابط اللي اثر بالاستاذ نفس كذا لا اله الا الله وقال لاتشي الهم ولكن انت اهلك وين وين بيتكم عشان نوديك والشخص هذا اللي كذا متكهرب شوي وحالتك سيئة فجأة ويقعد يصيح ويصيح على الطلاب والاستاذ ويقعد يبكي يبكي فجأة يسكت فجأة يرجع يصيح فجأة يسكت الطال ويتغير الاستاذ بدأ كذا يوش منه وش وضعه ذا بعد هذه الحالة على طول الولد قام يطرش ويستفرغ رايح جاي حالته غير طبيعية ولكن الحد الان اللي خايف احمد والاستاذ ووش الرابط بينهم اللي مخليهم كذا متوترين وخايفين ذا الدرجة قال الاستاذ للطلاب نادولي حارس المدرسة خلوه يجيني الان ممكن يعرف هذا الطالب قال يلا واحد منكم يروح احمد قال انا والله ما يبرايح انا بقعد هنا لانه شوي كان خايف وزيادة برضو يبغي يشوف هذا الشخص منه ويبغي يسمع اي كلمة يقولها راح خالد وفهد قال لي يفتح الباب ويطلع ولد الحارس السلام عليكم عليكم السلام وش السالفة وش وضعكم وين ابوك موجود يا ابوي نايم الساعة الان تسع والوقت مشى قال لا قل ميد ابوك ان مدرس الكشافة يبغاك ضروري قال يلا زين ويدخل الولد وينادي ابوه ويطلع ابوه يمشي المهم الحارس هو داخل المدرسة جاه المدرس وصار الطالب هذا اللي كان يستفرغ وتعبان بعيد عنهم وشوي يبعد عنهم عالي 15 متر قال ميد الحارس مرحب ابو فلان كيف حالك طيب طالب هذاك تعرفه زين قد شفته قد لمحته وش موضوعه ما تدري من وين قاعد يناظر في الحارس وبيقرب حبة حبة يناظر يمين يناظر يسار قال والله طالب هذا أنا قد شفته ولكن ما ادري وين صدق هذا توقع انه في الحي اللي ورا الوادي كأني قد شفته بالأفضل انه نروح هناك ونسأل هل عندهم ولد ضايع او لا قال المدرس ميد حارس المدرسة خلاص تمام خذ طالبين من الطالبين اللي موجودين هنا وروحوا دوروا على أهله في الحي الثاني لورى الوادي وانشاء الله تحصلونا قال أحمد خلاص أنا راح اروح معاك انا وسعد سعد امش معاين لان سعد يا جماعة الخير لا اخفيكم كان قلبه قوي حتى سعد أحمد ايام يمطاح فوق في الدور الثالث صار يثقف سعد شوي ويطلع أهو والحارس وسعد يعني أحمد وسعد والحارس حارس كان معاه ديدسن ودق سلف وشغل وراح لين الحي اللي ورى الوادي وينزلون يسألون 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 ما حصلوا أحد وكلهم ينزلون يسألون البقالة هل فيه هنا ولد يتعب ويطلع يمشي ويصفل الحالات شويهم يمشون اللي يحصلون ناس متجمعين عند باب البيت كده حوالي 7 أشخاص وقف عند حارس المدرسة كده عندهم ونظر فيهم كده يمين سلام عليكم عليكم السلام عندكم ولد ضائع وينه شوي حارس المدرسة يقول الحمد لله أنه القنام تعالوا تعالوا ولدكم عندنا في المدرسة قالوا من حارس اركبوا خاني هو واصلكم معي لا يا ابن الحلال قال اركبوا مرة واحدة يلا اركبوا ويركب الأب والولد الولد هذا اللي ركب أكبر من الولد اللي طاحب سنة واحدة كان قاعد وراء مع أحمد وسعد أحمد سأله قال له وش في أخوك سلامات لن يصيح وكذا قال له والله اسمعي طويل العمر أخوي ما في إلا العافية ان شاء الله ومو بتعبان ترى أخوي ولكن أخوي لاحظت عليه بعض الأشياء الأشياء هذه ما صارت معه إلا آخر سنتين أحمد هنا ينشد شوي طيب وش السالف وش في أخوك قال له في يوم من الأيام أخوي كان يلعب كورة جنب البيت في أرض فاضية كان يلعب فيها كورة ويلعب كورة على الجدار ويقعد يشوت في الجدار يشوت في الجدار بالكورة إحنا وإحنا كنا قاعدين جنب المجلس حق الجدار ونسمع الكورة كذا يعني تسقع في الجدار فندري أن أخوي قاعد يلعب ونسمع دفع 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 صوت الرجلة مع الكورة وهي تضرب في الجدار أيب وش حصار بعدها كمل قال فجأة انقطع الصوت قلنا أكيد إن فيه شي صار وطلعنا إلا حصلنا أخوي طايع الأرض وفيه كدمات قوية على رجوله ويده أول ما قال كدمات قوية أحمد شد هالموضوع وتذكر مهند وتذكر نفسه قال هذا صار له نفس ما صار لنا بالضبط قال له ايوه وش بعد وهل فيه شي لحظته يالأصلا اللي خلانا نطلع نشوف أخوي مو بس إن الصوت وقه صار يشوت على الجدار بقوة شوتاتها هذه صارت مزعجة لنا صار عليه يعني بعدها بعد ما طاح حصلت في كدمة وش صار قال تغير أخوي تغير جذري صار كشوي يستفنغ ويطيح علينا ولا عادي يبغى المدرسة وصار بعض الأحيان يسولف مع ناس ما ندري منهم ولكن أحسه صار موسوس بعض الأحيان وهو قاعد يكلم نفسه أيوه شلون قال لي والله بأحيان يقعد يكلم نفسه وبعض الأحيان يختفي فجأة ما ندري وينه فجأة يطلع قدامنا وبعطيكم موقف قد صارنا مع أخوي طبعا حد الآن ذي سوالف ومراحيل للمدرسة لأنه وراء الوادي وبعيدة شوي قال في مرة أخوي اختفى ثلاث أيام نسأل عنه نسأل عنه ما حصلنا حثنا في كل مكان لدرجة قلنا أن أخوي مات أو في أحد اختفى ولكن صار ما مات ولا أحد اختفى في يوم من الأيام حصلنا أخوي جالس عند تراب عند عمارة قاعدة ابناء وجالس فوق هذه البطحة حق التراب كذا وجالس بس ينظر في الشارع حصلنا إلا يمقربنا عند اللي هو أخوي نادنا وش فيك قال ما فيني شي قال وينك مختفي قال لا أنا كنت ألعب هنا لفترة قال كم لك قاعد تلعب قال لي ساعتين يمكن قاعد ألعب استغربنا أن أخوي غايب ثلاث أيام وقاعد يقول ساعتين فترة اللي قبلها وين اختفى هذا أغرب موضوع صار لي مع أخوي ولكن إن شاء الله الرب يشفي وقدامه العافية ألمهم جمعات خير وصلوا للمدرسة ألمهم وصلوا للمدرسة أحمد بدأ يخاف وتوتر وصار وضع مو طبيعي وصار يعني غريب الموضوع عليه قال الموضوع صار لي وصار المهند وصار ذا الولد الله يستر بس ولكن ليه الأستاذ يمقلنا للموضوع هذا بدأ يخاف ألمهم جاء العائلة هذول يشافوا ولدهم يسموا عليه بسم الله الرحمن الرحيم وخذو ودوه لبيتهم الحين أحمد يبغى يسأل الأستاذ ليه يخف وش اللي يخوف ألمهم الأستاذ قالهم يلا نبدأ التمرين يلا نبدأ تمرين الكشافة قال خلاص يا فلان أمسك تمرينهم وقعدوا يتمرنون وقعد الأستاذ على جنب إلا أحمد يجيه السلام عليكم أستاذ عليكم السلام الأستاذ بسأل ليه يوم شفت الموضوع هذا بدأت تخاف قال لا لا ما في شي يا الأستاذ قل لي والله العظيم موضوع هذا يهم قال والله إذا تبي تعرف رح أقول لك السالفة هذه اللي قاعد أشوفها قد صارت الطالب قديم ولكن والله ناسي منه لدرجة صار يسوي تصرفات غريبة قال مثليش يب أحيان يسكت ضحين يبكي ضحين يسوي أشياء غريبة ولكن الطالب أنا هذا ناسي قال الأحمد على طول تقصد مهند قال مهند ايه أتوقع أنه مهند قال لي يا أستاذ أتوقع أنك تقصد مهند ذكرني هذا الموقف لصار الولد نفس السالفة حق مهند ولكن مهند من ذاك اليوم أختفى ولعد صار يدرس والله يستر والله يحمي عيالنا قال لي شوي أحمد قال للأستاذ قال لي يا أستاذ أنا بقول لك سر وقول لك سالفة واتمنى أنك تصدقني أحمد قال لي قال لي يا أستاذ شفت الموقف هذا اللي صار لك قبل شوي والطالب والولد اللي طاح وكذا قال لي قال لي يا أستاذ أنا قد صار لي قال لي شلون قال لي أحمد أنا بقول لك السالفة من إله وكيف صارها شف يا أستاذ أنا من أول من قلت لهذه المدرسة وانا قاعد ألاحظ أشياء غريبة قال للأستاذ وش الأشياء الغريبة؟ قال له أحمد يا استاذ أنا أول شيء سمعت في هذه المدرسة إن في ناس يدرسون بعد الساعة 12 الليل قال للأستاذ بسم الله الرحمن الرحيم من يدرس بعد الساعة 12 الليل؟ قال لا وسمعت أشياء أكثر من كذا سمعت إن في ناس يقولون إن على الساعة 12 الليل أو وحدة تضرب أجراس المدرسة والأستاذ هنا خاف وتوتر قال كيف تضرب؟ جرس المدرسة استخدامه يدوي ما هو اكتروني طبعا زمان كان استخدام جرس المدرسة يا جماعة الخير بيدوي يجي المدرس يضغط ترررن تبدأ الحصة ترررن تنتي الحصة كان المسؤول عنها توقع يا المدير يا الوكيل ولكن في الاون الان اتوقع انه صار اكتروني يضرب من نفسه وتنتي الحصة وبعض الحيان ما يضرب المدرس نفسه يعرف انه انتهت الحصة قال له يا اخي مستحيل الكلام اللي قاعد تقوله كان شفت الحارس اللي قبله شوي حق المدرسة اسأله بيقولك الجد ولكن قبل ما تقوله خلني اعلمك سالفتي يا استاذ قالنا الاستاذ حق النشاط نبغى ننظف الفصول عشان بيجوه للمدرسة اللي كانت في القرية اللي فوق اللي انهدمت عليهم المدرسة بسبب السيل قال ايوة قال لو احنا قاعدين ننظف يا استاذ سمعت صوت غريب في دورة المياه كانوا في ناس يتكلمون في دورة المياه لكن ما ادري منهم وما ادري وش وضعهم الاستاذ انشد شوي للموضوع قال ايوة وش صار بعدها قال انا رحت لدورة المياه حسب احد الطلاب الموجودين يوم رحت الاو يختفي الصوت وديور يا استاذ واحاول ارجع بسرعة لاحس في شخص مسكني وطحت قول ما طحت يا استاذ جت في يدي كدمات والكدمات هذه نفس اللي شفتها في الولد استاذ قال بسم الله الرحمن الرحيم شو الموضوع قال لا اصبر يا استاذ بقول لك زيادة قال في اليوم الثاني اذا انت ما تصدقني اسأل خالد وفهد وسعد صار موقف وكلهم شاهدين قال له الاستاذ ناظر احمد قال وش الموقف قال لا نفس الحركة بالضبط كنا نسمع ناس يسولفون والفصل كان ملعنوارا يوم قربنا اللي الفصل طفنورة واختفاصوت الي يسولفون هذولي يوم سكته قال لا نرجع ونركض بسرعة قال لا احس في شخص مسكني وطحت بعد ما طحت يا استاذ جال يسعاف وخذاني قال له اوه انت الطالب لي خذاك الاسعاف ليتكلمون عنه قال اي انا قال الاستاذ فأنا مرح اكذبك ولكن ابغى سأل الطلاب اللي كانوا معك قال لاستاذ ينادي خالد سعد فهد تعالوا احمد خويكم يقول استاذ فكيت كيت 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 هل الكلام هذا صحيح فجأة كلهم يقولون ايه الكلام هذا صحيح يا استاذ قال لاستاذ يقول متأكدين من كلامكم تراني راح اعتمد على كلامكم كلامكم ذا راح يخليني افكر واجد راح يخليني ادرس الموضوع من جديد قال لا احمد والله يا استاذ ما يجيك للصد كل الكلام اللي قلتها لك قبله شوي اقسم بالله العظيم انه حقيقي الاستاذ هنا استغرب وخاف نوعا ما قال لهم خلاص الان راح لبيوتكم موعدنا باذن الله بكرة وتمرين الكشافة راح نوقفها الفترة هذه لين نحصل حل الموضوع هذا احمد وخالد وفهد وسعد خذوا نفسه من تدريبات الكشافة ورجعوا لبيوتهم وراحوا للسيارة وشغل احمد السيارة وركبوا كلهم قحتوا يسولفون ويتكلمون عيال الموضوع مطبيعي ليه الاستاذ خافل ذا الدرجة هل هو شايف شي على مهند مختلف وبعدين وش سالفة المدرسة هذه الان بدل ما يكون طالب صار عندنا طالبين الطالب الجديد اللي شفناه اليوم ومهند والله يستر احمد لا يجيش شي قال لهم احمد ما عليكم لا تخافون وان شاء الله الامور زينا ولكن راح اوديكم بيوتكم الان وموعدنا باذن الله بكرة في المدرسة قالوا خلاص تمام راح وديهم بيوتهم وكل واحد نزل احمد وقف السيارة عند باب بيتهم وطف السيارة ونزل اللي هو داخل كده يشوفه ابوه قال لهم احمد تعال احمد الان متوتر وخايف يقول لا يكون ابوي يدري عن المواضيع اللي صارت هذه انا ما ابغى ابوي يدري نهائيا عالموضوع وهو رايح لابوه قاعد يدعي يا رب ان ابوي ما يدري يا رب ان ابوي ما يدري يا رب ان ما يدري يا رب محد قال له لين قابل ابوه وجه بوجه قال لهم احمد وش فيك متأخر قال لاني انا كد في تدريبات الكشافة واليوم تأخروا قال لهم خلاص عد تتأخر مرة ثانية ويلا راح على غرفة احمد الشي المغبي على ابوه ولا يبغاه يدري انه طاح ودوه المستشفى لو در ابوه راح يسبب مشكلة له وراح يحرمه من الانشطة داخل المدرسة بشكل كامل عشان كذا ساكت ولا يبغى ابوه يدري نهائيا المو محمد نام يا جماعة الخير وصحى في اليوم الثاني طبعا يوم صحى يا جماعة الخير الصبح عشان يروح المدرسة النظام راح يكون كالاتي يروح عند المدرسة القديمة ويركب الباص بعد الباص يوديه للمدرسة الجديدة فيه سالفة صارت وهو رايح من المدرسة القديمة للمدرسة الجديدة في الباص الباص يوم وصل عند المدرسة الثانية اول ما وقف ونزل من الباص وقاعد يمشي عند الرقية هذه احمد شاف مهند قاعد عند البيوت القديمة هذيك اللي موجودة على الطريق ولكن كان في النهار الموضوع استغرب احمد قالوا جاب مهند هنا كمل وراح الدوامة وهو في الفصل اللي يطق عليه باب المدرسة وهو في الفصل اللي يطق باب الفصل ويدخل مدرس السلام عليكم عليكم السلام أحمد خالد تعالوا ويناديهم المدرس قالوا وقفوا عند غرفة المدير ما سالفه وش حاصل وش صاير ما يدرون الصاير راح وقفوا عند غرفة المدير إلا شوي يجي سعد وفهد ما سالفه وش صاير يا عيال شوي يدخل المدير كيف حالكم يا عيالي طيبين المهم إحنا راح نوقف النشاط داخل المدرسة ولعد راح أحد ما في أي شخص راح يمارس النشاطات الثانية داخل المدرسة من بعد الساعة ثنتين الظهر راح توقف كل الأنشطة لمدة سنة كاملة ويعذرونا يا طلاب أنا أعرف أن في ناس منكم مواحد ودي ينمي الموهبة هذه داخل المدرسة سواء في الكشافة أو سواء في الأنشطة الثانية أنا أعتذر منكم السنة هذه لازم نوقف الأنشطة دي أحمد على طول عرف أن الأستاذ قال ميد المدير السالفة والمدير صدق هذا الموضوع وقرر يلغون النشاطات نهائيا ولكن الموضوع موهين يا جماعة الخير خلص دوام المدرسة يا جماعة الخير ورجعوا كلهم لبيوتهم في الليل يا جماعة الخير إلا يتصل خالد خوي أحمد اللي معاه في الفصل على أحمد السلام عليكم عليكم السلام كيف حالك أحمد طيب؟ والله الحمد لله بخير أحمد قال ها وش فيك قل لي يا خالد فيك شيء قال أحمد ما دريت وش صار؟ قال وش صار يا ولد روعتري قل لي وش السالفة؟ قال تتذكر ذا كل يوم يوم في المدرسة يوم الولد اللي حصلناه طايح وكانوا ملتفين عليه الطلاب قال أيوة وش فيه؟ قال تدري يا أحمد أن هذا الولد مات شلون؟ كيف مات؟ قال لأ والله يا أحمد إذا أنت من أنت مصدقني رح شف الجريدة خيلنا مكاتبين عنه أن فيه رجال مات بطريقة غريبة أحمد المشكلة موهنة والطامة الكبرى موهنة يا أحمد الطامة الكبرى المكان اللي مات فيه الولد هذا تخيل يا أحمد مات جنب المدرسة حقتنا قال شفتها البيوت القديمة إذا وقفنا سياراتنا وقعدنا نمشي في الرقية هذه البيوت اللي على اليمين تخيلنا محصلوا ميت فيها أحمد جاه فلاش باك إنه شاف مهند في ذاك المكان وبدا يوسوس وبدا يشك إنه برضو مريض قال دام هذا مات قال فأكيد إن الولد هذا مات وموته هذه أتوقع إنها بسبب الجن أو فيه شخص تلبسه أحمد الآن بدأ يزود فيه القلق بدأ يوسوس شوي وينجن شاف مهند في المكان اللي قالوا فيه إنه مات الولد هذا وأحمد اعتقد فراسه إنه في يوم من الأيام بيكون في موقف الولد هذا وبيحصل نفسه ميت أو هلا بيسمعون عنه خبر إنه مات سكة أحمد قال خاص اعتك الفعافية خالد أنا بقفل بقعد مع نفسي شوي أحمد قاعد يفكر يقول الآن مهند تعبان وحالته بدأت تسوق ليكون مهند يوصل للمرحلة اللي يوصل لها الولد هذاك أو لا لا ما توقع أن مهند يوصل للمرحلة هذه ممكن أنا أوصل قبل مهند للمرحلة هذه الله يسر والله يحفظنا بحفظه أحمد جاء في راسه فكرة قال لازم أتعرف على مهند حبة حبة وحاول أرجعه يدرس وتصير حياته طبيعية ويخف المرض اللي فيه اتصل على سعد سعد سلام عليكم سعد بمرك بس لا تقول لأحد بمرك ونتفاهم يلا خلاص تمام مرني العصر قال ما عندك مشكلة شغل سيارته أحمد ومر سعد وتجهوا لين بيت مهند وهم في الطريق قاعد يسولف مع سعد قال سعد أبغاك تعلمني عن كل شي صار المهند وش سالفته وش اللي حاصل له بالضبط قال والله يا أحمد إني ما أدري وش صار له بالضبط ولكن أذكر في يوم من الأيام وفصلوا من المدرسة حوالي تسع طلاب وفصلوا ووقفوا دراستهم نهائيا وفي مجموعة كبيرة من الطلاب انتظروا لين تخرجوا من ثاني ثانوي وتركوا المدرسة نهائيا وراحوا المدرسة ثانية قال لزين وش بعد قال بس هذه السالفة اللي تذكر أنا تراه ولكن نحاول نسحب الكلام هذا المهند ونعرف وش الشي اللي صار له قال يا أخي لأنه مستحيل اللي صار لمهند أحسه شي كبير قال خلنا وصلى ونحاول نسحب منه الكلام حبة حبة ولكن ما نبغى الروعة نبغى عليه شوي شوي قال لأحمد خلاص كم راحوا يا جماعة الخير عند بيت مهند قبل ما يتصون اتصل عليه سعد هلأ والله مهند كيف حالك طيب هلأ والله الحمد لله بخير منه راح ممر كلام تجهز خمس دقائق بنكون عندي طبعا يا جماعة الخير مهند تكلم معادي ما في شي ولكن في وقت من الأوقات يفصل ويطلع شخص غير طبيعي بعدين يرجع شخص طبيعي فيه تصرفات غريبة ويقولون ان جسمه كان سميني شوي والآن نحف مرة هذه المعلومات اللي يعرفها عن مهند قلموا مجمعة خير ووصل احمد وسعد عند بيت مهند تقوا على المهند سلام عليكم عليكم السلام اطلع حنا عند الباب طلع لهم مهند مع الباب وركب معهم السيارة مرحبا له والله مهند كيف حالك طيب والله الحمد لله أنا بخير وسكة مهند واحمد يحاول يجرأ على الكلام يبغى يتكلم معاه عشان يسحب منه بعض الكلمات ويبغى يعرف ليه شافع عند المدرسة ولكن بدون ما يسأله سؤال مباشر بده بأول سالفة احمد مهند كيف حالك طيب الحمد لله والله بخير مهند انت وش تحب تلعب هل تحب تلعب كورة تلعب سلة تلعب أي شيء قال لا والله ناصر ما أحب ألعب رهائيا قال ما تحب تلعب كورة ولا سلة ولا كرة أي شيء قال ما تحب تلعب أو تسوي أي شيء قال لا أنا ما أحب ألعب ولا أسوي أي شيء وقعد يسأله عن جدولة يعني وش نظامك يعني يوم تركت المدرسة وصر تتسوي هل أنت مرتاح ما أنت مرتاح من هذا السؤال أحمد رح يعرف وين راح مهند أمس قال لا أنا والله ما أروح واجد كل حياتي أكون تاكي جوا البيت بعض الأحيان أطلع يوم قال بعض الأحيان أطلع أحمد قال وين تطلع وين تروح بالضبط قال لا أطلع أوقف عند باب البيت أقعد شوي وبعدها دخل البيت هنا أحمد حس أن ما في أمل أن مهند يتكلم بأي كلمة قرر أحمد أنه هو يدخلها بالسؤال مباشرة قال لها يا مهند يا أخي أمس كني شفتك عند المدرسة قال أنا عند المدرسة متى شفتني قال له أمس كذا في الصبح ساعة ست وخمسة واربعين ست واربعين دقيقة كذا قال لا لا غلطة نصلا كنت نايم في ذاك الوقت كنت نايم شلون من شفت أنا في ذاك الوقت شخص ثاني شخص غريب بعدين أحمد شافه صبح وعلى وشافه الليل كان الموضوع شوي مريب ممكن ما شافه وجهه زين متأكد أنه هو مهند مهند أنا بسهل أنت ما ودك ترجع تدرس وتعيش حياتك وتخلص الثنوي بس خلص الثنوي وبعده أفصل كان رد مهند أنا ودي أدرس ولكن ما عدا أقدر أدرس نهائيا ليه وش صاير ما لدعي تعرفون كل شي وأتمنى أنكم ترجعوني بيتي الآن أحمد قال لي يا ابن الحلال هد وخلك معنا شوي بنرجعك بيتك بعد شوي ولكن نبغى نعرف بعض الأشياء أنا بس أبغى أعرف سالفتك اللي صارت في المدرسة يا أخي أتمنى أنك ما تزعل علي تكفى لا تزعل علي تكفى بس أبغى أعرف ويصارك في المدرسة وليه وصلت لمرحلة ذي لأني يا أخي ترضى أن أنا يصير لي شي أنت شفت الشخص اللي أمس قاله أنه مات مهند قال اسكت لا تتكلم قال إيه شفت الشخص اللي مات أمس قال أنا ما أبغى أوصل للمرحلة هذي وأموت نفسه كذا وهم يسولفون ويتكلمون شوي مهند يقعد يصيح قال حتنا يا أحمد أخاف أني أوصل للمرحلة اللي وصل لها علي قال له من علي قال للولد اللي أمس مات هذا اسمه علي وكان خوي معي في المدرسة وطاح معي في نفس المدرسة وصار له نفس الموقف معي في نفس المدرسة وكان خوي مرة صادق؟ إيه نعم صادق طبعا الكلام هذا كله ومهند قاعد يبكي الأحمد وسعد مستغرب أول مرة مهند قاعد يبكي قال لا يا أخي أنت أمس كنت في المكان اللي عند المدرسة أنا مهند قرر يعترف قال إيه أنا كنت هناك وكنت أدري إيه أنا راح يموت لأنه جاه تهديد والتهديد هذا يا عيال تراه من العالم الآخر وليه ومن اللي هدده ويش صاير قال أنا بقول لكم سالفتي كاملة وأتمنى أنكم تسعون لي أنا مهند يا جماعة الخير في يوم من الأيام كنت في المدرسة كان الوضع طبيعي مرة وكنت عايش حياتي ومستانس وعندي أخوياي وكنت متفوق في الدراسة والله العظيم إن كانت حياتي مرة حلوة داخل المدرسة في يوم من الأيام زادوا عدد الطلاب بسبب إن في مدرسة جاهها سيل وخذت المدرسة وانقلع طلاب عندنا قال لنا مدرس الكشافة لازم ننظف الفصول لأن في ناس راح يجوننا قاعدنا ننظف الفصول وفي ذيك الفترة كان الوقت مسيان كذا على المغرب بين العشاء يعيال الموضوع كان طبيعي وما في أي شيء كنا في الدور الثالث أنا وعلي ومعنا ثلاث طلاب نظفنا الفصول وخلصنا من الدور الثالث وخلصنا كل أمورنا وكان الوقت بين الساعة ثمانية بين سبعة وثمانية كذا وكانت ذيك الليلة ليلة باردة حرفيا ثلج المهم بعد ما خلصنا وكل شيء كنا نركض في الدور الثالث والمدرسة عندنا من فوق مربعة يعني تقدر تركض تروح سيدا بعد نتلف يمين وتركض بعد نتلف يمين وتركض بعد نتلف يمين وتركض وتوصل لنقطة البداية قالنا أيها ويصار قررنا هذا كل يوم من حنا نتسابق سابقنا كل واحد يبغى يسبق الثاني فجأة كذا وحنا نركض في فصل اشتغلت أنواره وطفت أول ما اشتغلت أنواره وطفت حنا خفنا وانا قاعدين نركض وكان مكاننا في الزاوية والدرج بعيد مرة وقعدت صايح أنا واخويائي اللي معاي ونسمي بالله وخايفين مرة ولكن وانا نمشي في لمبات كذا معلق على الجدار اللمبات هذه الفر اللي تنفر فككناها لأنها كانت ما تشتغل لأن ما ندري من الجو الفصل قلنا أكيد في شيء أو في بسم الله الرحمن الرحيم داخل الفصل قل فككنا اللمبات وقعدنا نرجم جو الفصل وحنا خايفين عشان نوصل عند الدرج وننزل المهم حالي رجم واحدة جو الفصل فجأة سمعنا شخص قاعد يصايح وصرخات غريبة ما هي صرخات آدمي ونزلنا مع الدرج بسرعة يوم نزلنا مع الدرج وصلنا للدور الثاني لاحظت أن علي مو معنا تعيال علي وقف وقنجيبه يقول راح وخلوني وأرقى أنا من جديد وأجيب علي وأنا قاعد أجيب علي وأبغى أشيله إلا ينغمي علي وطيح وأول مصحينة كانت حالتنا يرث لها وجهي فيه طقات ويدي فيه كدمات ورجولي فيها كدمات وعلي فيه ضربة في راسه والضربة هذي قوية الموضوع ما وقف عند هنا بعد السالفة هذي بمرور ثلاثة سابيع علي رجعت حالت الطبيعية وصار شخص عادي وموره زينة سوينا نفسنا ذاك اليوم قويين ورجعنا للمدرسة آخر الليل بدون علم أحد وكان الوقت الساعة 12 الليل يعني 12 الليل وفي جبل وفي ليلة ظلمة والجو ذي كلأيام كان شوي فيه هبة هوى والهوى كان قوي بتسمع صوت صف قد راهش جوى المدرسة يقول قررنا نروح للمدرسة ونعرف وش الأصوات اللي سمعناها ذاك اليوم وقعدنا نشجع بعضنا ويليتنا ما شجعنا بعض قررنا ندخل المدرسة اقتحام طمرنا بعد ما طمرنا دخلنا للمدرسة وروحنا للدور الثالث أنا وعلي ونرقيل للدور الثالث اللي تشتغل لمبات حق الدور الثالث وتطفى حنا خفنا وفي ذاك الوقت والله لا سمينا بالله ولا شيء دخلنا كذا حرفيا على عماها وروحنا للفصل اللي كان يطلع فيها الأصوات أول ما فتحنا باب الفصل هذه سالفة مهند المهم أحمد جمعة الخير سمع سالفة مهند وسمع سالفة علي وش صار عليه يعرف ان علي خوي مهند واستنتج أحمد من الموقف هذا كله ليه مدرس الكشافة ذاك اليوم خاف لأنه صارت السالفة المهند ولكن أحمد يدور في رأسه بما أن علي هذا خوي مهند كان يدرس مع مهند ليه استاذ الكشافة ما عرفه على طول أحمد سأل مهند مهند يخي ليه استاذ الكشافة ما عرف ذاك اليوم علي قال لأنه نحف وتغير وجه بشكل كبير وحتى وجهه طلع أسمر أحمد هنا عرف أن الموضوع اللي صار لمهند نفس الموضوع اللي صار له بالضبط ولكن السالفة مختلفة مهند وعلي أذوهم ورجموا عليهم اللمبات وقرروا يرجعوا لهم مرة ثانية ولكن أحمد ما سوى الشيء هذا أحمد قال لمهند يا أخي أنا خايف عليك وخاف يصير لك شيء وما أبغى الموضوع يوصل مثل ما وصل علي فأتمنى أنك تحافظ على نفسك ودنا أن أنت تصير خوينا ونجلس معاك ونعرف كل شيء طبعا السالفة هذي كله ومهند قاعد يبكي طبعا ما هو في حالة طبيعية قال لهم مهند أنا راح أخويكم بشرط واحد أن أي كلام أقول لكم يا أخي صدقوه أي كلام أقول لكم لأني أنا قبل أنت أقول ما يدخوياي أني أشوف أشياء ما كان يصدقوني طق أحمد يدي على صدره قال موضوعك عندي أنا راح أصدق أي كلمة تقولها لي قلموا مجمعة خير رجعوا كلهم لبيوتهم مهند نزل بيته وأحمد رجع لبيتهم طبعا اليوم الثاني راح يكون يوم فيه إجازة اللي هي إجازة نهاية الأسبوع صحة من النوم أحمد إلا هو تعبان مرة وانتو بالكرامة قاعد يستفرغ ويجيه دوار ودوخة هنا أحمد خاف وحس الموضوع مطبيعي وأخيرا أحمد قرر يختار الخيار السليم واللي هو الخيار الصحيح مرة إنه يعلم أهله عن كل شيء صار له وأول شخص كلمه اللي هو أبوه السلام عليكم هلا يبه أبغاك شوي شو السالفة أحمد شو الموضوع سخير إن شاء الله خلاص انزل تحت وبجي نزل أحمد تحت في الصالة اللي يجي عند أبوه هلأ يبه كيف حالك يبه أنا قبل فترة صارت لي مشكلة المشكلة ويقعد يشرح للمشكلة من البداية للنهاية وإنه طاح في المدرسة وإنه راح للمستشفى ولا قلت لك يا يبه وكنت خايف أقول لك وصارت لي سالفة ثانية ورجعت للمدرسة مرة ثانية قاعد يعلمه كل شيء صار له أبوه قاعد يناظر فيه كذا متغرب متعجب ليه ما قلت لي من قبل كان علمتني كان علمتني ليه ساكت أنا والله يبه كنت خايف منك يلا خلاص إن شاء الله خير انت راح يدرس ولا تشيلهم راح أحمد للمدرسة ودرس وخلص من دراسته ورجع للبيت أول ما رجع للبيت إلا حصل سيارة واقفة تحت عند البيت ما يدري من سيارتها هذه دخل فتح الباب ورقها للبيت إلا يدخل إلا يحصل خاله في الصالة خال أحمد هذا شخص ملتزم وشخص يعني شخص راعدين مرة لهم أحمد حب على رأس خاله وكنا فهم الموضوع إلا أبو أحمد يقول ما يدخل خواتي أحمد واللي موجودين ما عليش روح برا أنا أبغى أحمد وخالكم موضوع ونصرفوا كل اللي في الصالة وقعدوا يسولفون أبو أحمد قال لأحمد قل خالك كل السالف اللي صارت لك من البداية للنهاية وشرح الموضوع الخالة قال لخالة من الشخص الثاني اللي معاك هذا ومن هو هذا مهند اللي قاعد تكلم عنه الشخص اللي مات الله يرحمه يغفر له ولكن وين مهند وانت خلك أبغاك بس أول شي يجيب لي مهند قال راح أجيب لك مهند بس أنا الآن وش موضوعي قال لخالة الأماكن الخالية هذه حتى لو كانت في مدرسة ممكن المدرسة هذه قديمة وأنا راح أشوف خبر المدرسة دي وش وضعها بالضبط ولكن الأماكن اللي يكون فيها الوضع خالي فأكيد هذه الأماكن اللي يسكنون فيها الجن ويسكنون فيها الشياطين ولازم تسمي بالله وتحصن نفسك كل يوم قال أحمد ميد خالة أنا يا خالي أحصن نفسي والحمد لله البقرة ما أتركها وأقرأ أذكاري بشكل يومي قال لخالة عشان كذا ربي حاميك ومهند خويك هذا لازم نقرأ عليه ونعالجه قال لخلاص تمام خالة الله يعطيه ألف عافية قرر يتكفل بالموضوع يروح لمهند ولكن عشان ما يخوف مهند اتصل على أبو مهند سلام عليكم عليكم السلام يا ابو مهند وأولدك بنقرأ عليه عشان كذا 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 وقعدا يشرح له صار أبو مهند جمعة الخير ما وده أولده عند أي شخص يقرأ عليه أو يعالجه وقرر خل الولد هذا إنه يقرأ على مهند ويعالجه قبل ما يروح عليه كل شيء قرأ عليه قرأ عليه قرأ عليه وصار يخف حبة حبة وصار يذكرة بالدين ويذكرة بالصلاة ويقول لأ يا أخي لازم تصلي ويذكرة بالدين ويقولن هذولم موجودين ولازم تسمي ولازم تخاف على نفسك ولازم تحصل نفسك اللي بسألك يا مهند وش وضعك مع الصلاة قال والله أنا ماني محافظ على الصلاة مرة قال هذا السبب اللي يخلي الشياطين تجيك لازم تصلي وتحافظ على صلاتك واحمد ربك على الشي اللي انت فيه من اليوم لازم تحافظ على صلاتك وبإذن الله راح يخف كل شي فيك ولا تلسى تقرأ أذكارك وتقرأ المعوذات كل يوم وصورة الكهف من جمعة الجمعة لأنها تحميك خلال الأسبوع ذا كامل وصدق مهند صار يطبق النصايح هذه وخف كل شي فيه وبدت تروح منه لأعراض ومعاد صار يجي الغثيان والخوف لأنه تقوى بالصلاة والدعاء